السلام عليكم أهلا بكم في فيديو جديد من دروس أونلاين ده أول بوك ريفيو هنعمله ولو الموضوع عجبكم هنحاول نخليه حاجة ثابتة ونعمل ريفيوز أكتر أوكي إن شاء الله النهاردة نتعرف على كتاب ستيف جابز The Man Who Thought Different للكاتبة كارين بلومونثال وهو عبارة عن سيرة شخصية وبيحكي عن حياة ستيف جابز الكتاب باخد تقييم 3 و 9 من 10 على جود ريدز وبصراحة الريفيوهات كلها رائعة وبشكر في الكتاب جدا جدا بالنسبة لتصميم الغلاف اللي هو أول حاجة بتلفت نظرك وبتساعدك بشكل كبير في قرار الشراء مش مفاجأة أن الغلاف هو عبارة عن سورة ستيف جابز بالتشيرت الأسود والنظرة المدورة المعتدين والمشهور بهم ستيف جابز واعتقد أن ده الواحده كافي جدا أنه يلفت نظر أي حد بس بصراحة اختيار الصورة ديه بالذات اختيار موفق لأنها صورة هادية كده ومريحة للعين يعني الابتسامة اللي هي الخفيفة ديه بالنسبة لضهر الغلاف ففيه شوية كلمات بتوصف ستيف جابز في مراحل متفرقة من حياته إنه هو inventor, adopted, drop out, fired فكل الكلمات دي بتوصف ستيف جابز في مرحلة معينة من حياته اللي اضافة إلى مقولة أو quote لستيف جابز من خطابه في جامعة ستينفرد سنة 2005 هنبقى نتكلم عليه بعدين مستفادة وكمان three paragraphs أو ثلاث فقرات بيعرفوك على الراجل يعني اللي يعني احنا مش عارفين من هو ستيف جابز نيجي بقى للكتاب نفسه الكتاب عبارة عن 267 صفحة وده شيء رائع يعني مش طويل فمش هتمل منه كتابنا النهاردة مقسم على فصول وده شيء ممتاز مش مضطر إنك تخلص الكتاب في قعدة واحدة يعني فممكن تقرأ كم فصل كل يوم وتكمل في اليوم اللي بعده مغير ما حاجة تسقط منك من أكثر الحاجات اللي عجبتني في الكتاب هو الستايل اللي الفصول معمولة بي يعني في بداية كل فصل هتلاقي فيه صورة معبرة عن محتوى الفصل زي ما بيقولوا يعني الصورة بألف كلمة وبألف كتاب مش فاكر واسم الفصلة طبعا وأهم شيء اللي هي الويندو اللي في آخر كل فصل بقى فهم علومة خاصة بستيف أو بأبل أكيد هتبهرك ومليانة حاجات هتتفاجئ لما تعرفها أما بالنسبة لمحتوى الكتاب فخلينا أقولك إن ستيف جابز يتعامل عنه أفلام كتير آخره فيلم جابز سنة 2013 وستيف جابز سنة 2015 لكن أفلام للأسف مش بتقدر تجيب معظم جوانب حياة الشخص بخلاف الكتاب اللي تقريبا بيجيب كل تفصيلة في حياة الشخص ده من الولادة حتى الوفاء فلو عايز تعرف فعلا الشخص ده ستيف جابز على حقيقته اقرأ الكتاب ده أكتر شيء بيميز الكتاب هو أسلوب الكاتبة السهل جدا وإنت مش هتحس إنك بتقرأ كتاب سيرة شخصية أو سيرة ذاتية إنت هتحس إنك بتقرأ رواية مليانة بالأحداث المثيرة والمواقف الغريبة والشخصيات الأغرب رواية هتعرفك على ستيف جابز الشخص اللي رغم إنه ما كتبش سات ركوت في حياته ما يعرفش أي حاجة عن البرمجة قدر يعمل شركة غيرت شكل العالم حرفيا هتعرفك على الشخص اللي انطرد من الشركة اللي هو أسسها ولكن ده موقفوش وعمل شركة تانية اسمها نيكست وعمل شركة بيكسار اللي هي أنتاجة أول فيلم أنيميشن باستخدام الكمبيوتر اللي هو توي ستوري واللي رجع أبل تاني وأنقذها من الإفلاس وأدهشنا بالمنتجات الرائعة اللي أقدمها للعالم هتعرفك إنه فيه واحد عبقري اسمه ستيف وازنياك أو واز اللي هو شريك ستيف جابز اللي أسسهم مع بعض أبل وتعرفك إنه هو اللي عمل أبل وان ولكن ستيف جابز هو اللي كان فيجيناري أو رجل صاحب رؤية وشاف إمكانيات الكمبيوترز وسوأ لها وبرضو هتندهش لما تعرف إنه لا ولا ستيف جابز ما كانش هيبقى فيه كمبيوترز أكيد يعني ولا كان هيبقى فيه أفلام أنيميشن باستخدام الكمبيوترز زي توي ستوري وفايندينج نيمو اللي هي حاجات كلاسيكية دلوقتي ما كانش هيبقى فيه إنترنت لإنه اللي اخترعوا الإنترنت يستخدموا جهاز ماكينتوش علشان يخترعوا الإنترنت يعني الراجل ده حرفيا السبب إنك بتتفرج على الفيديو ده حاليا الكتاب كمان بيتتطرق لحياة ستيف العائلية اللي ما كانتش مستقرة وكمان حياته الشخصية بيعرفك إنه كان شخص غريب الأطوار وفي أحيان كتيره كان بيبقى شخص كريه وصعب التعامل معه بيعرفك على الراجل ده نيكد بعيد عن أضواء الشهرة وده من حاجات اللي عجبتنا جدا يعني بيباني إن كل إنسان له عيوبه ومميزاته الحقيقة فيك حاجات كتيرة جدا عايز أتكلم عنها لكن مش عايز أطول وقت الفيديو برضو وهسيبها ليك تكتشفها بنفسك وفي نهاية الكتاب فيه الرسم الجميل ده اللي بيمثل تايم لاين لحياة ستيف جوبز من ميلاده سنة 1955 مرورا بكل المنتجات اللي قدمها لنا ووصولا لوفاته سنة 2011 تقييم الكتاب ده هو 4.9 من 10 من 5 على الرغم إن أنا ديته 5 من 5 على جود ريزي لإن بصراحة كنت منباهر جدا بالكتاب ده وفعلا الكتاب ده هيغير حياتك وربما لما تقراه يساعدك في إنك تاخد قرار مصيري كنت خايف تاخده أو كنت متردد تاخده الخلاصة إن الكتاب ده ملهم وأرجحه بشدة والكوت بتاع النهاردة علشان ما ننساش برضو فقرة الكوت الكوت بتاع النهاردة لستيف جوبز من خطابه في ستانفرد سنة 2005 بيقول الراجل بيقول إن وقتك محدود أنت بتعيش حياة واحدة فما تضيعش الحياة ديت في إنك تعيش حياة شخص تاني أو تعيش حلم شخص تاني أين كان الشخص ده بقى والدك والدتك خالك يعني مثلا ما ينفعش إنك تبقى مهندس علشان والدك عايزك تبقى مهندس ما ينفعش إنك تبقى دكتور علشان المجتمع اللي حواليك شايف إن انت لازم تبقى دكتور أبدا كن الحاجة اللي انت عايز تكونها ما ينفعش إنك تعيش حياة شخص تاني أو تعيش حلم شخص تاني يعني مش عشان والدك أو خالك أو عمك كان عايز يبقى دكتور مثلا ومعرفش فعايز يشوف حلمه فيك ما تسمحش بداه دي حياتك وانت ليه كامل الحرية انك تختار الحاجة اللي انت عايز تبقاها وليه كامل الحق انك تفشل يعني ايه المانع ايه المانع انك تفشل وتبدأ من جديد وفي النهاية حب اقولك ان الكووت ده ساعدني انا شخصيا في حياتي وفعلا Thank you Steve Jobs for this amazing quote اوكي ده كان الريفيو بتاع كتاب The Man Who Thought Different وطبعا ده او ريفيو بنعمله فلو عجبك الفيديو حابب ان احنا نعمل ريفيوز اكتر سيب لين رايك في comment هيفرق معنا جدا ان احنا نعرف قراءكم وشوف ايه اللي عجبك و ايه اللي ما عجبكش فهتفرق معنا الحاجات ديت وهتساعدنا ان احنا نقدم ريفيوز بشكل احسن مستنى قراءكم في comment واكيد اعمل subscribe يعني لو عجبك ال content اللي احنا بنعملهم السلام عليكم